تائب البرلماني علي مبولحي حيث قام بمراسلة لوزير العمل حول منحة البطالة وتعديل الشروط وخاصة شرط السني حيث هكذا كان رد الوزير على البرلماني علي مبولحي إليكم أعزائي المشاهدين رد الوزير وزير العمل عن سؤال الذي رفعته إليه بخصوص تعديل الاستفادة من منحة البطالة ورفع شرط السني إلى ما بعد الأربعين سنة حتى يستفيد منها السواد الأعظم من هذه الفئة في الجزائر الجديدة حتى يسعد فيها الجميع إن شاء الله حتى جاء في الرد ما يلي تبعا لسؤالكم الكتابي المشاري إليه في الموضوع أعلى هو المتعلق بشروط الاستفادة من منحة البطالة والذي كلفنا السيد الوزير الأول بالرد عليه يشرفني إفادتكم بعناصر الرد المتعلقة به كالآتي إن المرسومة التنفيذية رقم 2270 المؤرخ في العاشر من فبراير 2022 المعدل الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفدين موجه خصيصا للبطالين طالب الشغل لأول مرة المسجلين لدى المرافق العمومية للتشغيل ويهدف هذا الجهاز إلى دعم هذه الفئة ومرافقتها خلال مرحلة البحث عن منصب شغل ومن بين شروط الاستفادة من هذه المنحة والتي حددت في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 2270 سالف الذكر أن يبلغ سن المستفيد ما بين 19 و40 سنة أما بخصوص تمديد الشرط إلى 50 سنة فإن بالغين هذا السن من النادر أن يكون طالب الشغل لأول مرة وأن تحليل معطيات الإحصائيات التي تم إتقاعها لدى مصالح الترفيق العمومي بيّنت أن نسبة طالب الشغل مبتدئين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة المسجلين أكثر من 6 أشهر بلغت 44% من خريج التعليم العالي و25% من خريج التكوين والتعليم المهنيين و31% بدون تأهيل إلا أنه يمكن تجديد هذه الفئة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل